12 سنة مرت ولا تغيير في واقع مشروع مجمع الراز السكني غرب بعقوبة الذي يقف منتظراً أي تحركات لإكسائه أو إكمال البنية التحتية التي تخدم المشروع أزمة السكن التي تحاصر محافظة ديالا لم تدفع وزارة الإعمار والإسكان والبلديات إلى إعادة تشغيل المشروع والذي أنجز منه أكثر من 60% وترك عرضة للإهمار والأحوال الجوية التي عملت فيه عملها هو يخص وزارة البلديات والأشغال أدى ترك المشروع إلى اندثاره بنسبة كبيرة جداً إحالة المشروع وغيره إلى شركات متعثرة وغياب الرقابة والفساد المستشري أحد أهم الأسباب لتوقف هذا المجمع الذي كان من المفترض أن يحل أزمة كبيرة لسكان ديالا الذين ينتظرونه طويلاً أملنا بوزارة البلديات بعادة العمل بهذا المشروع وعادة حالته إلى شركة أخرى بالنتيجة إذا ما اكتمل هذا المشروع يؤدي خدمة كبيرة لسكن النازحين وبعض العوائل الفقيرة ويفك أزمة السكن كلفة المشروع كما أسلفت أكثر من 60 مليار دينار عراقي ويضم أكثر من 600 شقة سكن هذا الواقع يقول أهل ديالا إنه نتيجة حتمية للفساد المستشري في كل مفاصل المؤسسات الحكومية والتي تدار بعقلية المحاصصة لا غير موضوع رازع أو غير مشاريع هي تنساق في هذه المسائل ولو كان خطة ستراتيجية لمحاربة الفاسدين والمتنفذين وبناء وحدات سكنية تلبي حاجات الناس الفقراء فما حصلت مشاكل لدي ويبقى الحصول على شقة سكنية مجرد حلم صعب المنال لدى الكثير من العراقيين في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وعدم وجود استراتيجية حكومية واضحة للإسكان وأزمة سكن متفاقمة رفعت أسعار المنازل لأرقام خيالية بالتوازم عسوء بالخدمات وضع مدن العراق في قوائم أسوأ المدن للعيش ترجمة نانسي قنقر